تعال عفو يعني حتى حد الردة أنا بالنسبة لله أعترف به أنه حد ديني أنا اعتبر حد سياسي في بداية الإسلام كان في مناس قرروا هذا في القرآن لا في اليهود قرروا يلعبوا لعبة ادخلوا الإسلام بداية النهار وكفروا آخره حتى نشكك الإسلام فيها فصدر قرار من بدل دينه فاقتله لكن اليوم لو واحد بدل دينه في باكستان هيأثر علينا خليها هو حر بينه وبين الله عز وجل هذا يتناقض مع القرآن نفسه القرآن يقول لا اكراها في الدين لست عليهم بمسيطر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ويطلع تقول كلها سنلغيها عشان حديث فيه احتمال وهي آيات محكمات فاتركوا الناس يختاروا دينهم اختروا أنا أعتقد واجب شرعا على المسلم أن يحمي حرية الاعتقاد لغير المسلم واجب شرعا على المسلم أن يحمي كنائس النصارى مش زي لبعض الناس اللي ما يفهموا الدين ويقوموا يعملوا فتن طائفية هذا لم يفهم أصل الدين نفسه سيدنا عمر بن خطاب لما راح إلى القدس ودخل كنيسة القيامة وجاء وقت الأذان الظهر وهو فيه داخل الكنيسة فالقسيس قال صلي فضل تصلي أنت في أي حتة ممكن تصلي فإيش قال قال لا حتى لا يأتي أحد في المستقبل يقول صلى عمر هنا فيأخذها منكم فأصر عند يصلي خارج هذا اللي علمنا يا صحابة ويعلمنا يا قول هذا هو السلف مش السلفية أنه واحدة ارتدت من الإسلام صارت مسيحية واحدة مسيحية رادة تكون مسلمة ونعمل مشكلة من وراء هذه المسألة وهذه قضية قرارات شخصية حرية ماتت بالإجبار عدد إيش قيمة أن واحد يكون مسلم بلسانه لأنه خايف حد يقتله ولا يطلقه من زوجته ولا كذا إيش حيزيدنا هذا هؤلاء بالضبط اللي يقول عنهم القرآن لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خباله يزيدنا ضعف هذا هذا يؤمن بلسانه لكن قلبه يكرهنا ويكفر فينا فهذه كلها بعض المعاني أنا أؤمن بحرية التعبير خلي المسيح يدعي لدينه واليهود يدعي لدينه والشيوع يدعون إلى أفكاره وسأواجههم بالفكر وإذا كنت أنا فعلا أؤمن أن حجة الله بالغة وأن هذا الدين فعلا قوي الحجة حديث الرسول عليه وسلم ماضح لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فما أحد ما أحد يخاف من حرية الفكر إلا الضعيف القوي ما يخاف هذه بعض الأفكار وغيرها كثير في قضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر